بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين احتفلت نيابة المهاجرين واللاجئين في الأرض المقدسة بالقداس الإلهي الذي ترأسه غبطة البطريارك بير باتيستيا بتسبالة في مركز نوتردام في القدس وخلال القداس تكلم غبطته عن قوة الإيمان والتحمل لدى اللاجئين بالرغم من المصاعب والمشاكل التي يواجهونها يوميا وبعد انتهاء الاحتفال أدت الجماعات عروضا أظهرت ثقافتهم المختلفة اشتركوا في القناة